اشتركوا في القناة اخي قال اريد احفظ القرآن متوكل قال نعم صادق قال مئة في المئة صادق واثق قال لا اشك طرفة عين ان الله سبحانه وتعالى يسلي حفظ القرآن تأخذ بالاسباب قال نعم في كل يوم احفظ في كل يوم اراجع في كل يوم اعرض ما حفظت على الشيخ هذا توكل اما يشك لا موسى عليه الصلاة والسلام قال له قال اصحاب موسى انا لمدركون ماذا قال موسى قال كلا ان معي ربي لا يشك طرفة عين واخذ بالاسباب العلماء رحمهم الله يقسم الصبر الى ثلاثة اقسام صبر على طاعة الله حتى تؤدى يعني تصبر الآن على الصلاة الصلاة الفجر الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادسة في الصيف في الشتاء وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها يا الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تفلحون لا لعلكم تفلحون حتى تكون بين الخوف والرجاء صبر على طاعة الله حتى تؤدى الثاني الصبر عن معصية الله حتى تشتنب الثالث تصبر على اقدار الله ما يقدر الله العباد مارض فقر ابتلاء بعض الناس هدان الله وإياه يدخل على المريض السيارة تكسرت وماتت الزوجة والأولاد وادخلوا المستشفى معلقوا كسجين وجبس الله المستعان فيدخل عليه بعض الناس على المريض إلى المستشفى مستشفى ايش يقول للمريض ها يقول مسكين وما تستاهل وقطعت قلبي وما باليد حيلة والله ايش يصنع لك انت عارف عارف الوضع عندما يقول له مسكين كأنه هذا أرحم به من الله والله ما تستاهل اعتراض على القضاء كأنه يقول تسخط اعترض اكفر بالقضاء والقدر مسكين وما تستاهل وما بيدت حيلة وقطعت قلبي واش اسوي لك اما الشيخ محسن درس كتاب التوحيد ادخل على المريض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس طهور ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وان الله اذا حب عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا هذا المريض هذا المريض يقول لمحسن كل يوم تعال ريحت قلبي صحيح؟ جعلتني ايماني يزيد اخواننا لا بد من الايمان بالقضاء القدر كلمات لا تجوز اعتراض اعتراض على القضاء القدر بسكين وما تستاهل وما بليد حيلة وليش أنا اشرش أنا ولماذا فلان وانا لا اعتراض بالقضاء القدر من رضي فله الرضا من الله سبحانه وتعالى اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطيك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ارضى وسلم لك الاجر عند الله مشكلتنا يا اخواننا اننا نريد هذه الدنيا جنة احنا في الجنة فايش احنا اخواننا ها والله كل الناس يبغوا هذه جنة ما يبغىها دنيا ما يبغى ابتلاء ما يبغى كذا ما يبغى الصبر ما يبغى سبحان الله الشيخ بن بازر رحمه الله كان يقول الحياة في سبيل الله اصعب واشق من الموت في سبيل الله انك تعيش ستين سنة وانت تصلي وتصوم وتحافظ على الطاعات وتجتنب صعب يا رجل صح دنيا هذه فبعض الناس يبغىها جنة يقول الحكام لازم يعطون القصور يعطون السيارات صحيح ايه نعم يبغىها جنة وهي ايش ايش دنيا دار عمل او دار جزاء ها لا يريد كثير من الناس دار جزاء وهي ليست بدار جزاء الله المستعب اشتركوا في القناة